الحكومة العراقية عدى عن ذلك يجب على جميع البقاء في بوتهم ولا سوف تفرض عليهم غرامات مالية وسوف أيضا تتم مسألتهم أمام القانون إذا ما تم خارق حضر التجوال لكن الواقع يختلف بشكل كبير هناك مناطق في العاصمة العراقية بغداد بالتحديد تقع في شرق العاصمة العراقية هناك الالتزام يكاد يكون شبه غائب في هذه المناطق هناك الحياة تتم مزاولتها بشكل طبيعي جدا وهي نفس مناطق التي تشهد إصابات مرتفعة بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية وربما هي التي كانت تسبب أيضا في تصدر بغداد لقائمة المدن العراقية التي تسجل أعلى نسب الإصابة بفيروس كورونا في بقية المحافظات كذلك يبدو أن الحركة عادت نوعا ما لتنقل بين هذه المحافظات عامل آخر لسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في العراق بحسب المقاييس العراقية باعتبر أن الأرقام التي تسجل في العراق تعتبر مرتفعة على المستوى المحلي نعم مستفى بالتأكيد الأرقام تكون أهوى من ذلك بكثير لكن وزارة الصحة العراقية تكثف من إجراتها بهذا بالتزامن مع حضرة الجوال الشامل قبل أقل كان هناك أيضا كادر من وزارة الصحة قام أيضا بإجراء فحوصات لجميع الكادر الذي يعمل معنا في هذا في مقر العمل من أجل أن تأكد من سلامة الكادر وأيضا تنفيذا من وزارة الصحة لقراراتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر